أظهر تقرير لوزارة الصحة الإسرائيلية حول استيعاب مستشفيات البلاد للمرضى أن المستشفى الإنجليزي مليء بنسبة 97% ويليه المستشفى الثاني بنسبة 93% ووفق التقرير يحتل المستشفى النمساوي المرتبة الرابعة من أصل 28 مستشفى بالبلاد من حيث امتلاء الأسرة وبنسبة 86% في الوقت الذي تتلقى به مستشفيات كبرى ميزانيات أساسية سخية لكنها ترفض استيعاب مرضى بزعم الضغط ويشار إلى أن مستشفيات الناصر الثلاث تعاني من تمييز صارغ في الميزانيات الأساسية فكل مستشفى يتلقى ما بين 60% إلى 70% مما تتلقاه المستشفيات الحكومية أو التابعة لشبكات الصحة العامة